الاتحاد بيحط خطة وبيحسس الكل ان احنا جايين نشتغل كل بياخد نفس الروح يا شوف تحدك بتقول لي انت بتقول لي اعداد اللعيبة زادت كدا ليه لانه حس ان في عدل في شغل في تواجد في ان انا عندي عندي امل انا ممكن النهاردة لو اشتغلت اشتغلت ودوست على نفسي اوصل لبطوط افريقيا مسل مصر فانت النهاردة عملت منظومة اساسها ان انت حطيت شعار شعار ايه المصلحة العامة ومصلحة مصر طبعا فالنهاردة انت عندك عدد كبير بس انا بقى عايز اروح لحاجة تاني العدد ده بتحقق او من خلال جامعيتك الامومية ولا انا غلطان انت عندك جامعيتك الامومية الاول اعجابيتك الامومية كم نادي المرة دي هتبقى حوالي حاجة وثلاثين تلاتة وثلاثين اربعة وثلاثين زادت زادت طيب فاكر الجامعية الامومية ايه من انتخاباتك الكم لا مش فاكر يعني طيب بس احنا برضو حطينا هدف احنا الجامعية العومية برضو احنا مش بنشتغل عليها انه هي انتخابات ايه مش فاكر دلوقتي عايزي بقليك صوت في الانتخابات حراك لازم تشارك فعلي مش شرط ان انت حضرتك دلوقتي حضرتك البولة بتخرج من البطولة ممضية من حوالي عشرة عشرة المدير الفني المدير التنفيذي المدير التخطيط مدير لجلة التحكيم فخلاص البولة بدام خرجت من البطولة خلاص ما فيش مجال الاندية دي بقى معايا مش معايا المعيار بالنسبالي المشاركة التحقيق المدير اللي انت بيبقى عندك ابطال هو ده المعيار الاساسي بتاعي حلقة تيجي تقولي عصنا عشان خطر الانتخابات الانتخابات دي ما فيش حد عارف ايه اللي ممكن يحصل انا ممكن انزل الانتخابات المرة الجاية وممكن ربنا ما وفقنيش فخلاص انا باشتغل لغاية اخر يوم ان انا موجود في المكان المرة الجاية ما بقيتش موجود اللي هيجي بعدي ودي سنة الحياة يعني هو الموضوع انا مش هاده راعد في الاتحاد مية سنة انا خلاص هو بالنسبالي وقت معين وخلاص انا اقول انا مش هاده انا نفسي انا حطت هدف بالنسبالي انا داخل الانتخابات دي للاتحاد عشان اعمل حاجة معينة في الاتحاد وهيجي وقت خلاص انا اللي هوقف ما هو اهم حاجة حالك تختار الوقت اللي انت تخرج فيه هو ده اهم حاجة اختيار التوقيت اللي انت تقول خلاص انا هبطل تخرج وانت عامل انجازات لكن أنا أفضل قاعد وأنا ما بعملش حاجة المهم ما يكبر جمالة عمومية على حساب اللعبة وأن يبقى لي ولاء 15-20 نادي عند الجامعة وصار في النظر اللعبة راحت فين وجدت لين أنا عايز أقول لحضرتك أن كلامك ده يعني أنا سعي جدا أن أنا لقي رئيس الاتحاد شاب يقولي الكلام ده ورئيس الاتحاد يعني بيقلي مصلحة مصر واسمه مصر في ريادة المصرية أنا يعني كان ليه وجهة نظر الحقيقة وأنت كده بتثبيت لي الحمد للعرب العالمين أنه وجهة نظري كانت في محلها وكنت شايف ومتابع الاتحاد وهو شغال من الأول يوم أنا أقول لك حاجة أنا بعد ما تم إعلان الاتخابات بتاعة الاتحادات كلها أنا طبعا بحكم شغلي قعدت أفر كده أشوف الاتحاد في الاتحادات طبعا في ناس بقالها ب16 سنة يعني في الاتحادات فجيت عند صورتك وروحت وقف أبص أقول يا ربي ده أكبر الصورة ده رئيس الاتحاد ولا عضو مجلس إداري رئيس الاتحاد ناجي يعني طبعا زميلي طبعا في التحرير هو رئيس الاتحاد يا ابني آه رئيس الاتحاد ده صغير قوي طب ده جيس زي ده كنوا سابوي يكسب الزي لا وانتخابات مش انتخابات طبيعية لو قص لانتخابات سابوي يكسب لا دي أصعب انتخابات عارب ده دقرة بقى وبعد كده قلت فالنهار ده اللي بيبقى جاي ودي رسالة برضو المهم من الشباب ياخد فرصتهم والحقيقة دي اتجاه الدولة طبعا اتجاه الدولة كله ويعني وكل القيادة في الدولة بتراحل احت الشباب هو ده الموضوع ان انت حضاك في دولة دلوقتي هو التوجه كله للشباب لو احنا في الدولة ما بتساعدش الشباب انا عمري ما اخد القرار ده لان اعرف النتيجة لكن هو التوجه سيادة الرئيس بيكلم في اول يوم تولى فيه احنا توجهنا للشباب ادوا الفرصة للشباب هو ده اللي ادنا ثقة ان احنا ما هونا كنت توصل ازاي هو قرار هو الموضوع الناس كانت بتقول شبه مستحيل فانا بمشكلتي ان انا بحب التحدي وبحب المنافسة وبحب ان انا اخد الرزق ما فيش واحد بينجح غير لما لازم تخاطر لكن فكرة طبعا اذا انت لو فضلت تقول انا مش هقدر وده الانتخابات محسومة والانتخابات خلصانة طب احنا هن هنخير ازاي في لعبتنا فانتضيف لعبتنا ازاي هتطبق فكر ازاي لولا في دولة قوية واحنا داله الوزراتي احنا في دولة قوية جدا 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 يعني لازم هنتكلم عن اللي حصل في البطولة العربية في العالمين ده خلت الواحد راسه في السماء ان انت عندك دولة بتساعدك بالطريقة دي ان نطلع بالشكل ده الناس العرب مشوا من البطولة العربية ممبهرين ومش مصدقين اللي بيحصل كم الدعم اللي لقناه وكم المسند اتطلبني يا كابتن يعني يمكن كانت يعني مش مفاجأة ولكن كانت بالنسبة لنا يعني حاجة جديدة النهاردة توقيت البطولة كان في توقيت معين طبعا كنا على تواصل مع حاضرتك وتواصل مع المسؤولين في اللعبة وبعد كده قرفنا ان ان شاء الله البطولة تبقى في العالمين بمشاركة طبعا اشققنا العرب اللي جايين من كل طبعا الدول العربية يعني من وريننا كانوا في مصر ايه اللي حصل وروحت ازاي وعديت ازاي يعني شفنا كذا بصات محطوط عشان يبقى المتشار كلها معمولة في نفس التوقيت كلمني عن الفترة دي والبطولة دي ونجاحها ازاي في مدينة العالمين حركة احنا الرياضة لازم تكون جزء من الدولة الرياضة مش منفصلة فانا السياحة في سياحة رياضية فانا لازم احنا كالتحادات احنا لازم نشتغل بالفكر ده انا لما جات دينا الفكرة ان الموضوع يروح العالمين وفي موسم العالمين موجود واحنا شايفين ان الموسم عامل ازاي والدعم كله في الدولة رايح للتسويق والترويج لمدينة العالمين احنا البطولة طيب وليه لأ ان احنا ما نبقاش جزء من الموضوع هناك احنا لما الفكرة اتعرضت الناس رحبوا جدا وابتدينا نشتغل عليها ان احنا ننقل البطولة انا بحكم ان انا نايب اول رئيس الاتحاد العربي اتكلمت مع الرئيس الاتحاد العربي الراجل ما تأخرش وقال لا خلاص وليه لأ ونشتغل عليها ابتدت الفكرة وعرضنا الفكرة الدولة سندت جدا ووفرت لنا كل الدعم وقالت ان احنا معاك وفي ظهركوا اعملوا وروحوا اشتغلوا يبتدينا نشتغل روحنا من اول ما وصلنا الدعم غير محدود الدعم والمسندة غير طبيعية من اول ما الوفود ابتدت توصل الناس اول ما وصلوا المدينة انبهار مدينة سحر وجمال بجد عاصمة السياحة في العالم احنا كان الهدف عندنا ايه احنا مختارين الاعمار اللي هي 12 سنة و13 سنة و15 سنة و17 سنة الـ 12 سنة دول هو ده الهدف منه انه هو مش جاي لوحده هو جاي معاه والده وادته يارب يعني هو جاي علي فهو حتى السنة الجاية هو لو مجายش يلعب البطولة هو خلاص هو شاب المدينة حتى لو مجاش هيرجع يتكلم عن المدينة و هيرجع السنة الجاية حتى لو مجاش اللعب البطولة هو ممكن يجي يبقى سايح في البطولة وفي المدينة ويبتدي يشوف المعالم وهو لانه شاب يعينه انا ما حكت لهش انا عايز اجيب ده تسويق للمدينة بطريق غير مباشر. دي فكرة جات لي ممكن كانت تنجح أو تفشل. يعني كانت مخاطرة برضو من جملة المخاطرات والريسك اللي احنا لازم ناخده. فاحنا اشتغلنا على الفكرة دي. صراحة الدولة سندتنا. طيب انتباع الاتحاد العربي. يعني خلينا اتكلم عن الاتحاد العربي. احداك نائب رئيس الاتحاد طبعا. وقع عرضت الفكرة. وبيبتدي قيم الفكرة. قيم التجربة بعد البطولة. انتباع مجلس ادارة الاتحاد العربي للجهود. انتباع الزوار الوفود المشاركة. كان الانتباعي اكيد حدا كنت وسطه مسمحة. اول ما البطولة بتدت تخش في اليوم الثالث والنجاح بتدى يزهر والتغطية الاعلامية في الوطن العربي كله. والوفود بتدت تشيد في كل الاماكن كانت طلب المنطقي ان احنا عايزين نسبت معاد البطولة دي في نفس المكان كل سنة. فعلا. الموافقة في نفس اليوم طلعت ان احنا بطولة العالمين في نفس التوقيت كل سنة بنفس المراحل العمرية في مدينة العالمين. هذا خبر جديد يعني. طبعا. يعني الحمد لله بعد نجاح بطولة العالمين للجهود. طبعا. النهاردة احنا الاتحاد العربي طلب او يعني 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 يخدوا زي قرار يعني انه يبقى او توصية انه تبقى البطولة كل سنة في نفس المعهد. عشان ييجي يبقى منها رياضة ومنها الناس تستمتع بوجودهم في مدينة يعني تبقى قبلة السياحة في المنطقة. طبعا. هذا قرار مكتب تنفيذي لان احنا كان عندنا قرار مكتب كان عندنا مكتب تنفيذي على همش البطولة. فاحنا لما البطولة النجاح ظهر والانبهار اللي ظهر فخلاص هو بقى مطلب الوفود كلها. فخلاص احنا كنا ما قدامناش حل غير ان احنا نوافق ونقر ان احنا لازم البطولة في كل سنة تبقى موجودة في مدينة العالمين في نفس التوقيت. فالبطولة دي هتبقى. ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله.